العالم على مفترق طرق مع اقتراب ظاهرة النينو التي بدأت تأثيرتها بالظهور بالفعل عند السواحل الغربية للمحيط الهادئ بعد تراجع تأثيرات ظاهرة لانينا مع بدء ارتفاع درجة حرارة المياه والتي تمهد لبداية ظاهرة النينو وظاهرة النينو والانينا هما تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي وتؤثران على المناخ في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية لكن الفرق بينهما هو ان ظاهرة النينو تحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ في حين تحدث ظاهرة لانينا نتيجة انخفاض درجات سطح المياه عن معدلاتها في المحيط الهادئ وتتسبب الظاهرتان بالعديد من الظواهر المناخية التي تؤثر على العالم ومع تراجع ظاهرة لانينا في المحيط الهادئ بدأت رسميا تأثيرات ظاهرة النينو والتي سبقها ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء العالم بالإضافة إلى فيضانات وانهيارات أرضية وحرائق غابات معلنة بشكل واضح أن العام 2024 سيكون الأكثر حرارة في العالم والأكثر تطرفا من حيث الظواهر المناخية التي تضرب مناطق كثيرة في العالم وظهرت التأثيرات الأولى لهذه الظاهرة في الهند بعد أن ضربت الأمطار الموسمية أجزاء كبيرة من البلاد تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات أدت إلى مقتل عشرة الأشخاص أما في اليابان والصين فتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات وانهيارات طينية قتلت وأصابت عددا من الأشخاص وبالانتقال للولايات المتحدة لا يبدو الوضع هناك أفضل بكثير حيث تشهد بعض الولايات موجات حر غير مسبوقة تسببت بوفاة العديد من الأشخاص في حين تسبب سقوط أمطار غزيرة في الكثير من الولايات الأمريكية بفيضانات تعتبر الأسوأ منذ إعصار آيرين بالمقابل تشهد الدول الأوروبية تقصا هو الأشد حرارة منذ سنوات مترافقا بجفاف العديد من الأنهار وهذا الأمر ينسحب على منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حيث تشهد العديد من الدول العربية موجات حر شديدة وجفاف في العديد من المناطق كما توقع العلماء أن تشهد الدول العربية هذا العام هطول أمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات مدمرة بالمقابل هطلت الثلوج في دولة جنوب إفريقيا ويؤكد علماء المناخ أن ظاهرة إلنينو ساهمت بتشكل العواصف في جو أكثر دفئا ما ساهم في زيادة هطول الأمطار في عدد كبير من دول العالم وذلك لأن الغلافة الجوية الأكثر دفئا يحتفظ بمزيد من الرطوبة ما يؤدي إلى إغراق العواصف بالمزيد من الأمطار التي يمكن أن تكون لها نتائج مميتة لكن ما يزيد من خطورة تأثيرات ظاهرة إلنينو الملوثات وخاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان والذان يعملان على تسخين الغلاف الجوي بدلا من السماح للحرارة بالانتشار بعيدا عن الأرض في الفضاء وبرغم أن ظاهرتين إلنينو والانينا ظاهرتان طبيعيتان تحدثان دوريا لكن التلوث والنشاطات البشرية ساهمت في تحول تأثيرات هتين الظاهرتين إلى مدمرة وإذا استمر العالم بإطلاق الملوثات فيجب عليه أيضا حبس أنفاسه من ظاهر ستتعظم في المستقبل